يا ساعد لي صباحكم مشاهدينا في كل مكان واهلا بكم في برنامج نعم استطيع الحلقة 230 من بداية الموسم العشرين النهاردة معي موهبة شابة جديدة هو سنه تحت العشرين لكن موهبته كبيرة جدا وراقية جدا معي ومعيكم النهاردة شاعر بني سويف الشاعر اللي تحت العشرين عمر حسن ازايك عمر؟ بسلم أخبرك ايه؟ الحمد لله صباحك حال صباح الحال اتنوري نهاردة الله يخليك طيب يا عمر عرفني وقب نفسك اكتر قل لي مين هو عمر وعرف الجمهور انا عمر حسن عدلي 18 سنة من محافظة بني سويف طبعا حلمي من انا صغير انا اطلع زي اللي بسمع لهم زي شعرنا كبير أستاذ هشام الجاخ وشعرنا برضو أستاذ عبدالله حسن عبدالرحمن الابنودي دولت بس معلوم كتار فكان نفسي طمحاتي توصل لهم وان شاء الله وربنا معي حافظ ايه لهم بقى؟ حافظ الأستاذ عبدالله حسن القصيدة لما جيتك تابع امي دي كانت عندي من حافظها من حوالي 11 سنة كان عندي ساعتها 11 سنة ان شاء الله موهبة مبكرة كنت بحفظها وبحفظها بأداءه طبعا وإلقاء فكنت بقى بجيبها على كل حد يسمعني ينبهر سني لسه صغير بقول بنفسي بأداء مميز جدا كنت ساعتها بدت بقى أمشي المشوار سنة سنة وأمشي خطوة خطوة لحد الحمد لله ما وصلت لنا فيه دلوقتي وبقيت بكتب لنفسي وربنا معي طب سمعنا بقى القصيدة اللي انت قلت عليها سي قصيدة لشاعر عبدالله قصيدة لشاعر عبدالله حب ما تحولش عادة من كلام رب العباد حبها أصلا عباد في التعب كانت بتسأل في التعب كانت بتسأل جه مؤنس جه مذكر جه بيدحك جه مكشر جه على الدنيا بسلامة وقتا ما كنتش بفكر كنت ببكي وقد بتحضن بابتسامة وقتا ما كنتش بفكر ضدنا جه مدنا لما جيتك تبع عن أمي لقيتني بكتب عننا لما جيتك تبع عن أمي عجزة قدام الحروف قام الألف زعق ويف قال لي ما تفهم يا ولا ده أنا مشترك في اسم ملا شريكة له وأول الاسم الألف وأول الأم الألف ودي مصدف ربك بيخلق من الألم خلق الألم وهنا على وهنا شارتني لحد ما بلغتو الحلو ويا ما بتدلع عليها ويا ما بتدلع عليها ويا ما بتمنع عليها ويا ما حوطيتني بجناحها ويا ما دمعت في عينيها ومن إيدي تاتا تاتا ورجلي داست على البلاطة وداس عليها عجل زمنة وكت بتحضن ببساطة لما بتعب كت طبطب كت تجيب له شوكولاتك بارتفاجة لقيتني بزق من كلامها عن السجاير على العيال اللي مصاحبهم على الدراسة خش زاكر أجيها تدلع تقول لي ده أنت راجل ده اللي قدك ده خلوا دني بص يا ابني السنين دي زي الكولونية تحطها وبتربو سرع السنين ما تليش لا هواها ريحة السنين بجحة وصريحة أمي ما بتعرف كتجرح بس يا أمي ما تجريحة لما جت وقفت قصادي لما جت وقفت قصادي قالت لي أنت امتدادي أنت نرعين اللي شبهي أنت دونا عن ولادي وقتها أنا كنت غاوي للغناوي كنت سبا قعدة وانزل أترم في حضني الأهاوي هي دي يا أحلى عيش هتلي نار على فحم شيشة هتلي طاولة أمي دي فكراني طيشة لأ ده نار راجل بش أنا بي بصوا دقني أمي جاني الحزن داني والزمان خد مني خانة الدوى اللي عنده أمي مش لايه في الأغزة خانة كل ليلة كنت برجع والضعى صليب لي ظهري والتعب فارق طريقي والسنين بتقولي اجري في الزمن عمال بسابق بلتقي بحضن بفارق زحمة الدنيا خدتني مفتكر هاشا ما بسلاي الأكل حادة انت فيم مش عارف أكل انت فيم مش عارف أكل قعودي جنبي تعالي اسمعي أخي المهازل مرة واحد حب ينجح قالوا عنه إنه فاشل مرة واحد حب واحدة بس سبها لأنه عاطل قالوا عني إني شبهك قالوا أخذ شكل شعرك ضعف نظرك والسنان البيضة منك يا ما جرحوني يا أمي وضعك جت سليمة هما لما يقولوا عني ابن أمي دي شتيمة بشكر انت كنت حافظ بجد القصيدة دي وانت عندك إحداشر سنة وكنت فاهم المعنى القصيدة دي ها كنت حافظها وكنت معنى دي دخلني في المجال ودخلني في المهو وطبعا من بعدها على طول بدأت أتبع أستاذ شام الجياخ بعدين بدأت أتبع شعر الكبار برضو شعر تونسي اسمه أنيش شوشان ده شعر مميز جدا كنت كان من أجمل شعر له كنت بسمحه له وهدينا ابن أمي عاصل يعني وانت طفلة كنت فاهم المعينة دي اه لا برافالي بس الله خليه طب قولي بقى يا عمرة انت بدأت ازاي وامت بدأت وامت حاست انك عايزت تكتب وتألف وتعمل إلقاء بدأت اكتب من وان عندي خمستاشر سنة من حوالي ثلاث سنين كده كنت في المدرسة طبعا أبني أستاذي طبعا واللي ليه الفضل علي واللي لازم نشكره أستاذ شريف سيد صلاح أبني طبعا كنت بقى بلقي ساعتها فراحة هادة معايا واخدني وعلمني الطريق وجال لي سنة سنة ووداني نادي أدب فبكده تعلمت وبديت كل فترة أقول له قصيدة وبتاعي يقول لي براب ويحمسني وكانت البداية دي وأول قصيدة اللي افتكت اسمها عمري راح طبعا قصيدة كتدي أول قصيدة كتبقها ليه يلا نسمع بقى منك عمري راح السنين السنين بتجري بينا والدنيا لهيان خلي بالك يا ابن آدم الدنيا مش جاي مالك العمر بيمر زي الدقيقة والسوان واللي فات منك يا ابني عمره ما هيرجع تاني السنين غمت عناية وخليتني واحد تاني كل كلمة كنت بسمحها من أبويا كنت برميها وروداني أبويا كان بيقول لي أبويا كان بيقول لي يا ابني أعمل صحة مرة يا ابني تبّح كلامي حتى لو مرة يا ابني السنين مش بأيالك مش جاي مالك لما العمر يفوت منك مينها يشيل الحمل مكانك أما أنا كلمة بسمحها عشرة بفوت يا ابا خلاص زهقت زيت من خوفك علي يا ابا ارحمني خلاص كبرت وانت لسه شايفني عييك أصحابي السوق خدوني ووروني وعلموني وبيتنا أستاذ وهو جه اليوم اللي أبويا بيودع فيه الحياة مع السلامة مع السلامة أغلى حاجة لي مع السلامة يا ابا وقاسم ما كنتش أعرف كلمة دنيا بس يا ابا خلاص كبرت وأبقى في الحياة حاجة تاني آخر كلمة قالها أبويا ليا قال ليها وصيك وصيك وبأمانة خليها حالة في أودانك خلي بالك من أولادك وإخواتك وخلي بالك السنين مش جايمالك برابة اللي أنا بنحضر كمان يا عمر هو كلام كبير على السنة بتاعت يعني أنت كمان بتقول إنه كان من ثلاث سنين آه فيعني ده بصراحة يعني ده ده شيء هيل جدا آه طبع وكمان بتتكلم بكل إحساس ووشك فيه تعبيرات آه وكأنه طلع من جوه قوي هو أنت بتحس اللي أنت بتكتبه طبعا طبعا بتعيش الحياة يعني آه طبعا إنك تتعلم بجيلك سبع سنين في مجال فلازم أنت تكون درسه وعارفه وفاهمه آه بديت أنا إش يعرف بكل كنت حماسي جدا بس تهى موهبة عندك أصب موهبة طبعا طبعا بس إنك إنك تدرس إن هو كبير بحر كبير برضو لازم أن تدرس لازم أن تفهم فيه بس لازم أن موهبتك تقولش برضو آه طبعا أنا من حلمي حلم حياتي حلم حياتي إني أبقى واحد وإن شاء الله ربنا معي إن شاء الله أنا متنبئة لك ده إن شاء الله إن شاء الله وإن نوصل لحد منهم ومن حنو طب يلا أقولي قصيدة كمان كمان كنت مألف بقى قصيدة للتوعية للناس في زمن الكورونا كنت كان الناس في الوقت ده كانت لسه الفيروس جديد علينا وعالبشرية كلها وعالعالم كله طبعا ربنا يزعنا الوباء طبعا كنت مألف القصيدة ديتي عشان التوعية للناس بتقول قصيدة اسمي خليك في البيت كورونا إمتى الحزن يروح ونقول خلاص كفاية إمتى الفرح ييجي ونقول خلاص نهاية كل يوم بنبدأ بقصة وحكاية حياتنا بيتمبدأ الحزن للنهاية رجع ماضي الحياة ما بين اللحظة والثانية ساعتها تفتكر إنك كنت في حتة تانية أفلوا الجوامع والكنائس أفلوا الشوارع والمدارس أفلوا كل شيء بالحياة عشانك شيء غريب عدم اهتمامك مرض خطير ومعضي وانت ما زلت على حالك لهنندم لهنندم ونقول يا ريت وإحنا قدامنا الطريق أيها حاجة مصعبة أرجوك خليك في البيت جميلة أو بيقوك يا الله خليك السيدة يعني فريدة من نوعها حاجة جديدة جداً حلوة جداً لا بربو عليك فعلاً طيب أقول لي بقى عمري مين بيشجعك؟ مين بيدعمك؟ مين بيقولك لا كمل بربو عليك؟ والله أنا سمع أنا ما قدرش أقول حد معين كل اللي أنا بقوله كان بيشجعني وكل اللي أنا كنت بسمعه كان بيقول لي كمل بس ممكن أشكر حد كان بيساعدني كان بيبذل معا مجهود كتير طبعاً أخويا ربنا خلي لي يا رب تعم معايا كتير وكان كل شوية يديني دافعي يديني طريقة إيجابية في كل حاجة طبعاً والحمد لله اللي أنا وصلت له حالياً إن أنا أجي وأقعد للمكان ده هو كان ليه الفضل برضو صورته على الشاشة صورة أخو عمري على الشاشة أه أوجه له بأرسلة أوجه له رسلة ربنا خلي لي طبعاً ربنا يخليكم بأرسلة أه الله يخليكي وطبعاً بشكره بشكره على كل حاجة عملها معايا بشكره على التعب اللي هو أبزر معايا هو أكبر منك أه طبعاً أكبر مني ده اكتشف موهبتي من 11 سنة لما جيتك طب الصورة دي مين؟ ده بابايا طبعاً كان بيدعمك برضو يقولك كمل طبعاً ده أحسن حاجة ليا في الدنيا ربنا يخليه ليا بيجيبه شارك؟ أه طبعاً أي قصيدة بتعجبه وبيقولك لا عيدها عيدها؟ قصيدة الأولى بتاع السنين بتجري بينا طبعاً قال لي دي قصيدة بيتميز بحاجة وأن الواحد السنة ده ما يكون شعر طبعاً القصيدة بتاعتك فيها عبرة يعني بتحكي ولد بيكلم والده بيكلم والدته على أصدقاء السوق يعني فيها عبرة حلمة جميلة لا كمل يا عمر كمل لك استقبل إن شاء الله أنا متنبأة بكده يعني أنا كمان صدمت لما عرفت سنك عمرة تحت عشرين سنة وطبعاً انتو شفته الإلقاء مطلع من جوه قوي ومشاعر وتعبيرات وشه كمان الكلام صعب قوي كمان أول قصيدة قالها إنه هو كان حافظها الكلمات صعبة جداً على طفل عنده مثلاً إحداشر سنة إنه كان يحفظ الكلمات دي لا بربع عليك يا عمر طب ناوي طيب فيه صورة كمان صورة كمان أستاذي ده اللي للفضل علي طبعاً هو أستاذ شريف ده اللي فضل بعد ربنا طبعاً في اللي انتو شايفينه قدامكم ده هو اللي حمسني للكتابة عمتاً هو إنت هيل أصلاً يا عمر هو أي حد يعني يسمع الشعر بتاعك لازم يحمسك على طول ده بجد والله يمع وش مجملة ربنا يوفقك للفضل علي بقى بعد ربنا حمسني كتير وجلي كلامك وجلي كلام كتير طبعاً أستاذي وبشكره وبشكره من المكان لنا فيه ده شكراً أستاذي وربنا يوفقك وينجاحك إن شاء الله ربنا يوفق الجميع إن شاء الله يوفقك يا عمر طيب يا عمر قولي كتبت كم قصيدة؟ أربعة وخمسة يعني إيه؟ خمسة خمسة خمسة؟ طب أي قصيدة فيهم بتعبر عنك بتحس إنها بتلمس عمري من جوة؟ قصيدة كنت يكتب قصيدة بعنون الأمل القصيدة دي كاتة تحفيز كنت بحس بها أنه لو أنت شخص مش ناجح فعاملك لا أنت اللي كانوا بيحبطوك لازم أنت توريهم عاملك هاي يتثبت لهم أن أنت إنسان ناجح؟ طبعاً طبعاً تثبت لهم انت ناجح كلام الناس بترددوا احباتي زاد اكتر واكتر كل واحد شاف نفسه عالم عمال فييا بيشخص اثبت وريهم فشلك بكرا ييجو مش هييبو غير في سرتك عرفهم جمتك حلمك حقيقة مش خيال واللي كان بيقول مستحيل دلوقت بيقول استاذ اردتك بنفسك ايمانك بربك هي دي افضل وسيلة اسحى يبني وفوق متخفيلة وقت بيجروا عمري ساري امي دعي وابي ساعي حلم ابني بكرا هيكون سندي وحياتي القلب كان صامت لما الفرحة زادت النظرة كانت خوف لما الشهادة بانت علف سكف الطموة خليك دايما جامد ولو الحياة قصرتك اجف فيها وعاند انت نفسك انت نفسك انت ذاتك انت حلم ومستقبل حياتك خليك فاكر دايما انك كنت جادر علي بسقف الطموة خليك جامد حلوة اوية اعجبتني جدا طيب تقول القصيدة دي بقى مين الاشخاص اللي وقفوا وطريقوا عليك مثلا وقلولك لا يا بنيل انت بتقوله دا وجهت الكلام دا؟ وجهت منه بس كانه قليل نادر جدا كان كنت فاكر موقف كنت قاعد اه النجاحي اه كنت واجهت في موقف كنت قاعد كل كلامهم كانوا احباط لي بالنسبالي لا دا بيقلد دا ما دا ما اخره اخره يقلد اخره يعمل بتقلد مين هو اصله بتقلد مين؟ اه استاذ شامل دي خبا برضو شعرناك كبير كنت بقلده بصغى علي كده بصغى علي جدا حروف خدت طبع واشه واني سبع سنين بسمعه يعني خدت كل نصطه عنه طبعا هو شعر كبير ومحترم وجمين طيب الو معانا دلوقتي مدخلة الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ازال حالة فهمي الحمد لله حضرتك اخبارك ايه؟ والله خير والله الحمد لله احنا مشكولين اه خل عمر استاذ مسعود خاطر ربنا خليك اخير منورنا ربنا اعزك عمر الله يخليك اخان اخاني بنشكه اصلة البرنانج اه على الاستضافة وان شاء الله نتمامنا لعمر مستعبا باهري ان شاء الله ومن تفضل من تفضل ان شاء الله تقول ايه لخلك يا عمر النهاردة؟ اقول لا خلي ساهمني كتير وحمسني كتير برضو ربنا يخليه وربنا يصرح عليه وشكرا يا خال ربنا اعزك يا عمر والله انت مهوب من صغرك يا عمر ربنا يخليك حقيقي فعلا وان شاء الله نتمنى لك مستعب الباهر ان شاء الله ربنا يخليك يا خال شكرا يا فندم شكرا شكرا يلا بايا عمر اقول لي قصيدة تهديها لخيلك هديها لخيلي لا احنا كده نقول القصيدة لا القصيدة كده عن الحب شوية ليك ولا الشارع لا لا القصيدة بعنواننا ندمان ساعات العمر بيمر والقلب مش غاو حبيبت انا جاي النهاردة وبقولك اني ناو عارف ان جلبك تكسر مني حبيبتي آسف والله يغصب عني رحت وجيت وتلهيت جاي دلوقتي بقول يا ريت ندمانع اللي فات مني بس يا ريت الندم يفيد ده فنى حبنا اللي مات حب ملو الزكريات حب عدة وفات اصل الحب ملوش علاج اصل الجلب ملوش احتاب لما حبيتك وسفتك مش هقول اني كرهتك وراجع وبترجاك ونفسي اكون وياك لو انت شايفاني نسيكي جلبي بيفكر فيك مربو عليك مربو عليك عمر طيب يا عمر انا ملاحظة برضو حاجة وملاحظها في معظم شعره كل يعني اي قصيدة بتبقى كلها عتاب حزن قلم ليه؟ على حسب بقى الشعر هو بيمر بايه؟ انت كل موقف بتمر بايه؟ او كل بيحس بنفسه ومو كون أستاذي شام طبعا عليات اشعاره كانت عن الحب وعن امه طبعا كانت قصيدة كلها جميلة طول ما شعر بيمروا بموقف او الموقف اللي حصل امامه هو ده بيكتب عنه يعني حصل النهاردة فيروس وكده ويكتب عن التأثير اللي فيه عن الحياة اللي فيه طبعا كل شعر وحسب كتابته بقى اللي هو الصغر اللي بيكتب بيها ان كان هو بيكتب عن مية او فصح يعني انت بتكتبه انت بتكتبه اه طبعا طيب لو حد منك او حد صاحبك مثلا او قريبك حسب شيء يعني او مر كان معيك وحكى لك القصة وانت ممكن تألف قصيدة ممكن اهلف قصيدة اي ممكن اهدهاله وكاة ان هو صاحبي اهداله كشكر لي ان هو برضه الشعر بذاته لازم يكون عنده كارزمة ان يؤلف اي قصيدة انه يحفظ اي حاجة تموحاتك اي عم طموحاتي انا بقى اكبر ان شاء الله ان شاء الله وأبقى على الشاشة ظاهر كتير إن شاء الله وربنا يوفاني وأبقى مع الجميع إن شاء الله طيب يا عمر عايزك تقول كده رسالة للجمهور في لحظات تمام برسي أدي رسالة للجمهور أقول لكل واحد كل واحد عنده طموع كل واحد عنده هدف كل واحد عنده إرادة ما توقفش نفسك على كلام حد أو توقف بسبب جملة دائتك لازم أن تكون واصق بنفسك وتعلي بنفسك وتعلي بقراطك أنت بالنجاح اللي بتوصله كلهم بيبصوا عليك وشوف نفسك فين وهتحقق أنا بشكر دي في عمر للأسف خلقتي النهار ده خلصت أنا كنت موصولة أني كنت مع الشاعر بني سويف عمر عمر إن شاء الله أنا متنبي قاله أنه هو هيبقى حاجة كبيرة جدا جدا وإن شاء الله ربنا يوفقه يوفق أي موهبة لو عندك أي موهبة شعر هنا أي شيء ياريت تتواصل معنا وتكون ضفنا إن شاء الله في الحلقات الجاية أنا كنت سعيدة النهاردة إن كنت معيكم إن شاء الله هشوفكم حلقات جاية تانية سلام ترجمة نانسي قنقر